المبادئ الدستوريежديدة الهنا مش نحكيو عن المبادئ الدستوريежديدة كيما قلنا انو اول خطوة في الديمقراطية المحليه والتشاركيه ودعم اللامركزيه كانت الدستور 2014 والهنا تضمن الدستور 27 جنوий 2014 مبادئ دستوريه جديده موجوده اللي هي مبدأ تدبير الحر مبدأ التفريع ومبدأ التضامن ومبادئ الحكمة المفتوحة هذوما أهم المبادئ اللي جاء بيهم الدستور الجديد واللي على أساسهم هما تبنيت من بعض مجال الجماعات المحلية مبدأ التدبير الحر في فاصل 132 اعطاها للبلديات تعرفوا أنه البيب السابع هو الدستور كله مخصص للجماعات المحلية اعطاها مبدأ التدبير الحر الامكانية للبلديات تنهي تتصرف من أي حاجة أخرى وكأنه كانت الإدارة البلدية والتصيير البلدي كأنه يأخذ على الشراف متعدد أهم الولاية مزارة داخلية خلي الحتياجات المواطنين كل على الشيرة هنشوفوا احنا شمش يقولون نعملوا نعملوا هنا مش نحكيوا على مبدأ تدبير الحر يزم البلدية تكون تخدم في خدمة المتساكين متاحهم تستجيب المتطلبات اللي عاشتهم بهم مبدأ التفريع اللي هو كل مرة مش تعطي السلطة المركزية خدمة جديدة تقول لها اخدم لي هذه هراهي وكأنه اختصاص حصري عن الدولة ومحاشتها ببروجي ولا بتوجهه لمشروع يغطي 3-4 مناطق بلدية حينها راميفيكاسيون تابعة الدولة مش يقول له اخدم لي البروجي هذا وبيانثيرك مش يمدلوا مسؤوليات جديدة مش يمدلوا فلوس معها باش يعملها مبدأ التضامن هو انه الدولة اللي قلنا عليها تقول انه مش تمدلك عباء جديدة ولا مش تمدلك خدمة جديدة ولا مش تعطيك مسؤوليات جديدة ولا مش تحملك حاجات جديدة مش تعطيك في مقابلها مبادئ الحاكمة المفتوحة هذي كيف كيف ترسد بالدستور هو انه انت ديمقراطية التشاركية والحاكمة المفتوحة ومش تكون فيه اصغار ما عندك منه حتى ما عندكش حل واحد اخر غير انك تكون فيه علاقة مباشرة بالمواطنين من ناحية وانك تكون منفتح على المجتمع المدني ومكونات المجتمع المدني في المنطقة البلدية كيف كيف هذو ما مبادئ دستورية الحكام الدستورية جديدة الحكام الدستورية جديدة انه حوم السنطة المحلية على اساس اللامركزية وهنا احنا كنا قبل المجلة هذي وقبل الدستور هذي كنا اكثر في اطار لمحوري اكثر منه لامركزية هو كأنه البلدية كانه الولاية هي ادارة جهوية الوزارة الداخلية والبلدية هي ادارة محلية الوزارة الداخلية كل ما اعرف بعضهم هذا الشيء ما مش يتبدل مش ماليون حتيوه على لا مركزية وكانت تفكروا في الافورماتيون نعرش كنا نحضر معي اطارك انتي انه قبل انه قلنا الفرق بين اللامركزية والمحورية راه هو كأنه ثم كونتور واحد متعضو في اللامحورية الناس كلها عندها متعدية كابل وإلا في اللامركزية كل واحد عنده كونتور متعضو على روح تشبيه هو ان شاء الله يؤدي المعنى بالنسبة لأعتماد خواعد الحكم الرشيدة تحت رقابة الخضاء المالي التي هي الاقتصاد والفعالية والنجاعة معناها أنا كي لا نعمل مشروع لا نعمل على خاطر لكي نرذي ولد فلان لا نعمل مشروع بلدية وفلوس على خاطر لكي يسخفوا نعمل مشروع بلدي نحنم فيه باللوجيك ماذا نعطيني افكاس ماذا نوصل نعمل النتيجة او لا نوصل ماذا نكيس هذه ماذا نربح ماذا نعمل رفع فضلات هونية لا نجيب مقاول لا نخدمها بنفسي أنا سوق بلدي او لا نخدمها بنفسي كم نعطيها البردية ماذا نربح نحسبها كالكول افكاس ليس افكاس افكاس او لا افكاس مواندر او لا نعم بطبيع لحظا كم الخطوطين هذو ونبعد الخطوطين انا نعرف انه العمل البلدي فيه اسئلة اكثر منه ما تمش حتى نقطة نجمه اي صفحة في مجلس جماعات المحلية ونقضه اعتماد الهات الديمقراطية تشاركية ومبدأ الحكم المفتوح لضمان اسلام أوسع في عدد برامج تنمية وتهيئة ترابية ومتابعة وتنفيذة فصل هذية من الدستور جاء وحظرها قالك راه عندك برامج ومخططة تنمية عندك كم فيل التهيئة الترابية والتعمير لم تخدمهمش وحدك ركز مع المواطنين في مقن هذية مبني على تجارب سابقة التي كانت في نفس المنطقة البلدية يتكيس نهج ثلاثة أربع أو خمسة مرات يعوده وعشرين أو ثلاثين من نهج أخرين مكسرين يغزرهم نهج كل نهاري هزولوا الفضلات فمن نهج بالجماعتين يتعادلهم هذا أوجه الزوز ميادين التي تكرس فيهم الديمقراطية التشاركية والحكم المفتوحة بمقتضى الدستور الرقابة اللاحقة الرقابة اللاحقة التي نص عليها الدستور هي الجماعات المحلية لم تصرف حتى مليم كانت ولا زلم لم تصرف حتى مليم هي خاضعة الرقابة سابقا أنت تصرف كبلادية لا تشري تركسا لا تشري كاميون لا تكيس طريق إذا لم تصحح لك مراقب المصاريف العمومية التي قمت بها كل صح في المال وبعد أن تصحح لك مراقب المصاريف العمومية وتنجز المشاريع الرقابة المالية يأتي في الأخر أنت تبعث الحساب بالمالي وتصرف الكل وحساباتك في الوغة في الوغة والقضاء المالي ينظر فيها كان هناك رقابة سابقة ورقابة لاحقة ثم نحات الرقابة السابقة وبقى الرقابة اللاحقة وهي عند قضاء المالي وهي عند محكمة محاسبة به هنا لا نطرح تساؤلات كبيرة لقد تم ناس طلب الكلمة النقاش هذه حول المبادئ هذه تدبير الحر المركزية تشاركية حكمة مفتوحة نحية مراقب المصاريف المبادئ هذه هل أنه بالنسبة لكم تطرح أشكاليات هل أنه نحن عنا ديفران معطينا في أننا نعملوا هذومة هل أنه كنا نجحين فيهم اللول زايد قال عليهم الدستور هل أنه الدستور كيف جاء حل 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 المشاكل ولا عمل المشاكل ليس عمل بالضبط وخطرة وخطرة وقد تم قراية مختلفة ثم تقول لك لا حتى الديمقراطية جملا ونرجع لها ثم تقول لك لا هذه الحكم المفتوحة لا تتخلق لا تتقسم نحن لا نقسم البرناس وماذا بنا البرناس لا يكونوا فيه الناس من البلدية نقسم كل البرناس نعملنا بريزنترات سطيرة في خمسة دقائق أو أقل المبادئ هذه إمكانية تطبيقها ثالياتها لديك تجربة واقعية على أشكالية منجرة على تدبير الحر أو حكم المفتوحة أو تشاركية ثم أنا شخصيا وكان نحكي لكم على البلدية نتاعم حكم لا ما نحكي لك أنا كل شهرة نحبك أنت نهارت المشتوق تحكي في المجلس البلدي نقول لهم عن المبدأ التدبير الحر وعن التشاركية وعن حكمة مفتوحة كذلك ما تحكي فيه الكل لا يجب أن يحدث بطريقة هذه أنا كمستشار بلدي تعطيك تصور ويحترم التدبير الحر ويحترم ويفعل المركزي ومعنى المحورية وعليش أنا فعلت هذا ولم أفعلت هذا سأقول لك عدد سهل الذي نكلم ويباعف النفر ويصبح لا يرغب لا أخي لا أخي لا أعلم هذا نحن نعطيكم 5 دي منوط إذا كانت تحب وإنا نقصمكم بـ لا نحب عبادة نلوى صحابهم نحب التجارة واضح وهذه وليس يدخلهم هنا المبادة التي قدمناها أعطينا تجارب وإلا قراءة نقدية متاعك لا ننشح بهم خطوة القدام وإلا خطوة تالية هي حل وإلا مشكلة وماذا بنا احنا مش نتعدوكم بالواحد بالواحد وإنا مش نحاول كل مرة نلقى الفكرة نجم ونشوفوها في بلدية واحدة أخرى مش نحاول نبدل البارول محاولوا باش ما نبطوش برشة باش نربحوا أكثر وقت باش تكلم نسكل باش تكلم نسكل باش تكلم نسكل باش تكلم نسكل باي بالنسبة بالنسبة للحوكمة المفتوحة وخاصة دور المجتمع المدني باش ناخذ مثال في قليبيا يعني معنا مدام انت اخترت دور المجتمع المدني اي دور المجتمع المدني اي دور المجتمع المدني في المجتمع المدني في قليبيا اخذها دور هو صحيح من المستورة بدا يتدرب على التشاركية في المجالس البلدية لكن في بعض الأحيان اخترت في بعض المواقف انها النيابات الخصوصية السابقة مثلا تلتجأ للقوة او تلتجأ للوالية باش اتمرر بعض المشاريع اللي انها ملقاتش صدايا من عند المواطنيين وناخذ كامة مثلا اللي هي وقعت باش المجتمع المدني جيبوا ناس من برا باش هيجوا القاعة وباش ما يمروش مشروع معين معناها مدام سمحني انا لو كان نفهم اترا اني انتو انتو انو الحوكم المفتوحة وتشاركيه ذي مع المجتمع المدني فيها فيها لكن الحوكم المفتوحة كنا نشوفوا انه تضم جمعيات معناتها عندهم دور معين فاعلين بيصيفة مباشرة في العمل الميداني البلدي سواء كان في المجال الثقافي ولا الاقتصادي ولا البيئي ولا غيره يكونوا هما الاكثر عندهم جدوى اكثر في المشاركة في العمل التشاركي واضح شكرا المدام لهم حالة وضحنا انو الانفتاح المجتمع المدني تراه احيانا فيه جوانب سلبية صحيح المجتمع المدني تطور بعد الثورة واخذاء مكانه في المجتمع وفي العمل البلدي لكنه احيانا عنده نتاج سلبية ينجم يأثر بها طريقة سلبية على عمل مجلس بلدي صحيح المدام صحيح المدام صحيح المدام صحيح المدام نعتهر مجددا على الأخير بأسباب يكون صرفها مرحبا انا يونس عبيدي خمسا عشب بلدي 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 بالبداية شكرا بمسا على الاتحة الناس حتى يتصنى لنا الاجلاع بلدي 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 أكثر اشكالية السلطة المحلية نعتقد أكثر معارقة في العمل بلدي حالين هي الأطراف السيطية داخل ملك البلدي لأننا للأسف غالباً أننا لا نشترك أنا نعتقد أني أكبر معارقة في العمل بلدي كما قلت الأطراف السيطية داخل ملك البلدي لأن خلال تجربتي في السلطة المحلية لأنها تأشرتها على تنفيذ المجلس البلدي لأسف غالباً لا تأخذ على تغريب المسلح الوطنية لكن تأخذ بالمحاصلات الحزبية داخل ملك البلدي نعتقد أن نظام الانتخابي من المجلس البلدي لم يكن سائب لأن أغلب أطراف السيطية لا يضع في نصف لا يضع في مصلحة منطقتها نصف أعينها بل بالعكس لما كان هناك محاصلات الحزبية هي التي تعطي العمل البلدي نقطة أخرى نقطة أخرى علاقة المواطنين من المجلس البلدي نعتقد أن المواطن صحيح هو كاتفين هو خزين الانتخابي نستبدأ قوتنا من المواطن والمواطن هو يتمد قوته مننا لكن في التجربة حالية المواطن لا يقضي فرق وثنين صراحيات بلدية وثنين صراحيات عليلية استورها أنت توجد المواطنين بلدية طالب الشغل وثنين صراحة الشراب وثنين صراحيات بلدية نعلم أنه لديه حق نعلم أنه لديه حق نعلم أنه لديه صحيح وكل صحيح لكن أريد أن أقول لك أنه بالنسبة للمواطن أنت السلطة المحلية أنت تمثل كل شيء بالنسبة لي ولو كان البلديات تقوموا بدورها على أكمل وجه لم يكن لديه حتى أحد يمشي له تولي البلدية بالنسبة لي أنا بالنسبة لي كي نمشي البلديات نجد أجوبة إذا لم يكن لديك الحل تعرف أين تبعثني يقول لي هذه هي وكالة كذا هذه هي يجبك فيها رخصة هذه يجبك فيها مطلب هذه نقول لك لا نقوم بعمل مشاريع من نوع هذه أنت تصب فيهم لكن أنا لا أعلم أن أتخذك وأنت في المجلس البلدي ونقول لك أسم عراني أنا لا لديه شغل لا أنا لديه مشكلة في البيئة أنا لا لديه شنية خدمتك هل تخليك تمحني تخليك ونتعد لم يكتب يمشي اليوم عارض والناس خطر مدلة الناس اللي مش في ليلة ونهار مش خطر خرج القانون مش خرج المجلة سيبائه والناس كلها فهمتها والناس كلها حافظتها والناس كلها مش طبقها هي عظام مجلس البلدية يا ربي تكوردو أنا المحلية هي ديمقراطية القرب ما معناه؟ معناها المواطن ينتظر من المجلس البلدي المنتخب أنه كل خدمات القرب يقدمها له مقارنة بالمجالس الانتخابية الأخرى النيابية الأخرى عفوا اللي هو ينتخبها معناها أقرب واحد ليه هو المجلس البلدي المفروض يوفر له الخدمات القرب من المتطلبات المواطنين نبدأ للمستشارات والمستشارين كيف ينتظرون؟ عندما يتحرك ديبا قليلاً كيف ينتظرون؟ ليس لهم يعملون علينا قوة الضغط كمواطنين ومواطنين يجب أن نقوم بعمل ديمقراطية الشاركية لأن لا ينظرون كيف ينتظرون بالنظام الضغط ثم يجب أن نقوم بعمل ديراباج وأن نقوم بغيير موقعنا كنا نحن مجتمع مدني نحبه نضغطه ولينا نحن مستشارات ومستشارين خايفين من الضغط هذا صحيح هذا صحيح وذلك يرون به برشا أننا نغيره من الموقع الرؤية توضح من داوية أخرى ولينا نحن من تركينا أخرى نشاهده في الزوانات والإنقونيون ولينا نحن نجمه نوفره في ديمقراطية القرب ونصفه قليلا على النوع الاجتماعي التي نجمه نوفره احتياجات خصوصية واحتياجات معناتها من نوع خاص وهي تجاوب على كل احتاجات وفي كل خاطر يجاوبوا على احتاجات استاندار لا يوجد تقليل كثير بالحاجة ولينا نجمه ولينا نجمه هو اللي يمشي لسوء مزيور هو اللي يمشي وخاصة ديمقراطية القرب لازمها لسوء مزيور هذا ما إنا نقرب هذا ما إنا نعطي أم بخدوي سوء مزيور هذا ما إنا ننجح هذا ما إنا ننجح كان نعمل في البلدية متاعاً كان نعمل في البلدية هذه يرفضوه المواطنين كان نعمل في البلدية هذه نفشل كان نعمل في البلدية هذه ما نلقى لهش تمويل كان نعمل في البلدية هذه ممكن يقول لك راك صبيت فلوس ما هي فلوس يحاجموش ويحتاجها حتى واحد كذلك لو مدام عايشة قال ترون نمشيوا في السوء مزيور صمحني نحن من حيث المبدأ لا يختلفوا على كلام لكن أشكالي وين حتى أشكالي أن جماعة محالية ما زلت التعامل بالمجال 75 المجال لجماعة محالية ليس صرحية لا زلت حتى صرحية مجال 75 لنظرنا في مبايل نحن حشك وقط عبط Sharpe بقط عبط الغير هل ترحف على النقطة هل نحن نجاوي أطرح على النقطة هل نحن نسمع سيد الحسين أنا نعم لدي جيش اشتركوا في القناة 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 نرى انه مشكلة عند المواطنة مع غياب المعلومة ومشكل الثيقة في الإدارة وفي المجلس في بلدية هل انه المشكلة هذي نجمو نجاوزوها بالحكمة تشاركية الصبغة تشاركية؟ نجمو هل انه احنا كم نجيو نعملوا اجتماعات مفتوحة وننقترحوا احنا شنو اهو شنو مشاريع البرامج اللي نحبو نعملوها وانتي اخويا اعاوني قل لي اسكو المشروع هذا يهم الخير او لهذا خير هل انه نجمو نتجاوزوه النقص هذا او لا؟ نتصور النجمو معناها الدستور حللنا افق جديد لا النجمو خطر ما صارق بل في كل البيئي اللي صار البيئي هو البروغرام نوالد انفستي اسمو البرلاج السنوي الاستثمار نصاروا جلسات هذوكا خير مع لجان اللحياء مع يعطيوك رأيهم هذا راهو ما يساعدناش يساعدني هذا خير تحسنت العلاقه شوي تعتيك صح تماما يدي جوسفي بوغ هنا عنا زدا حكاية التدبير الحر هنا جوسفي بوغ كما صارنا في جربا مشكل البيئي نصب الوالي ما عملنا شيء يعني يتفرج ودب الراس هي الاشكالية البيئية اللي صارت أبور بول مصاب في جربا رهي جيت في فترة السلطة السياسية كلها مرتعشة فماش صحيح كلها ضعيفة ما فماش سند قوية حتى الولي رو ما كانش ضامن انه تاخذ قرار معين مش يحل المشكلة والناس مش تقبل بيه الحل متاعه ما كانش مضمون حكو الله انتي كمجلس بلدي ها نحبوا نفسروا حكاية التشاركية التشاركية تقويك انتي مقترح متاعك جايبوا من المواطنين مجيب شم بدأه يقول لك بربي من اجبته هنا المشروع هذا قلوه انتهت هم انتهت اقترحتوه ليش انا اللي اجبتوه نجم انا بادي من ايش مقتنع به حضر. هو المشكل اللي يلزمه حل سريع معناها بولا ماما خطر عاملنا مشكلة كبيرة حتى على مستوى الصحي معناها الناس اللي قريب عاملون له مشكلة صحية. أم فلوس يلزم الحكومة يعني تحكيات الاستثمار في المجال البيئي يلزمها تغير سياستها. يلزم الناس تقول يتقبل على استثمار في المجال البيئي. يقول لي خطر فم عباد تطلب فم عباد تقدم في طلباتها موما الحكومة ما عملت عاملين بلوكاج. يلزمنا نستثمروا في المجال البيئي. انا ننتظر لانتي كمستشارة بلدية منتخضة حديثا في بلدي الأجين تعطيني حلق الياجان لك. لكني بنظرت بصراحياتك مش الحكومة تعمل كذلك. حسنا. وليس كنا ننتظر بالحكومة على شعر سودخاف وحديثا في الحكومة وعلى مركزية. نتخذها حتى السياسة الحكومة ونقوم براسلو. على خطر صارت لنا مشكل. كاليات يعني باش نخذوها احنا مفالا كرئيس لجنة النظافة والعناية بالبيئة. سيخته بش نبدو باللدخي على سخص بخاطر موصلنا للمشكل البيئي هذيك هتوا في فيلم سبت كان ما فاماش مفرز في المصدر دوك شن نتابعوا لليه هذيها هي معناها خطتنا إن شاء الله هما دكتور بقودة ربي إن شاء الله ربي وفقنا سيختوه المواطنين هما هما خاطرين لي بش يعملوها كان يبدو مقتنعين بيها ويخدموها كوميل فوق بقودة ربي نتجاوزوا المشاكل البيئي هذي الكل بعض الفرقة لي مش تدخل النقاط اللي تعرضنا لهم هذي بينا ننوعوا فيهم خاطر لهنا مشينا أكثر في تدبير الحر ومشينا في التشاركية يمكنهم بعض نتعرضوا نقاط واحدة واخر محمد هيدي كشريد على بلدية أريانا أريانا المدينة قبل كل شيء كثير اللي كلين برشا عن نيابات الخصوصية ورافة مشكون خدمة كبيرة حتى في الغرفة ديكا الصعيب وأديوا واجههم على أحسن وواجههم مشكوري بش تكون الأمور واحدة مش نحكي في زوز نقاط على مبدأ تدبير الحر وطاعات الشركات التدبير الحر اللي هو مكرس في دستور ١٠٤٤ أنا أقول هذا تدبير حر مختل عليش؟ البلدية الجزء التنفيذي اللي هو داخل مبدئيا منطقيا يدخل في صلاحية البلدية ما هوش من صلاحة البلدية وهنا نحكي على الشرطة البلدية بالأساس معناها البلدية تصدر قرارات متاحة ما أنت أنا تظر لي من غير المعقول أنه قرارات لا تنفذ ما أنتها بقي ما سمحوني في الكلمة تقعد البلدية تحت رحمة الولاية تحت رحمة المعتمد درجة أقل وقال السلطة المركزية لا رئيس المنطقة رئيس المنطقة هو اللي يكون فيهم هو اللي أنت مجلس بلدي كامل يقرر قرار يجي رئيس المنطقة ما يخرجوش عوان باش ينفذوه وقعد عشر سنين ليه هو راو زادة باش نكون باش نكون لأمور واضح مثلا نعطي في أريانا كل المنطقة ما هو عند الخصصية متاحة فما عمليات استحق تعزيزات كبيرة تعزيزات أمنية كبيرة وتدخلات كبيرة وكذا كل صراحة ما أنتها حاليا مركز الأمن الموجودة في أريانا مستحيل مركز أمني يخرج العوان بتاعه الكل حتى يمشي خرجهم مستحيل بشي نفذ معنى هذا هو الإشكال معنى التدبير الحر جاء مختل حتى توقع في مجال الجامعات المحلية تعطيك ان فيزا في أمني ما زالت الأمور ما هيش واضحة كي ما يلزم أنا متأكد بها بش تحصل الأمور في المستقبل هذا فيما يخص التدبير الحر فيما يخص التشاركات الحاجة الباهية الحقيقة للمواطنين وليت عندهم أكثر فيها على القليلة نقولوا ليهو ما يتفهموا المشاكل يتفهموا بطء تنفيذ المشاريع ليهو مربوط أساسا بالإجراءات المعقدة متاع الصفقات العمومية من عرش البلدية تحب تدخوا دو دو ولا ترواز تتعد على الإجراءات متاع الصفقات العمومية وتعمل أنا بالدفر تستنى للموان 10 دو ترواز أوردينتور لا أما مثلا خاطر فهمة شكون من المواطنين يقول لك الكيس هذا يجدوه هذا هذا يأخذ أما لكن لكن مواطنين تزايد بشوية بشوية ما زالت عنا برشا فيما يتعلق بالمبدأ التدبير الحر تراهو بالنسبة للشرطة البلدية في كلمتين وبسرعة الشرطة البلدية عملوا المستحيل بيش يخرجوا من اللي كانوا شرطة بلدية توليو شرطة بيئية عملوا المستحيل بيش يخرجوا من صليوا عن بي صليوا عن بي صليوا عن بي صليوا عن بي كانت فما حاجة اسمها الشرطة البلدية يحكم فيهم رئيس البلدية وعندهم كسوة مختلفة على كسوة الأمن من غادي قال لك لا يا أخوة نحب نرجع مع وزارة الداخلية ونحب نلبس الكسوة ونحب نهز السلاح على كتفي وخرج وعمل سلك واحد واخذ المنح متاع بعض الشرطة البيئية لا يجب أن ننفذ شرطة بيئية وشرطة نحب نحب نعض إنها وقد رئيس البلدية وقينا نحب نفذ ما نعرض أننا نعرض من قرارات من قرارات لم نعرض أولا لذلك كان موغمان سيندكال يجعل البلدية مغيير شرطة لكي أكد لك أن تكون هناك تنظروا ويرجعوا يجب أن يكون هناك جناح تنفيذي عند البلدية لم يكن هناك قرارات لكي تنفذ لكي تبقى بيد رئيس المنطقة وبييد الولي أخبرنا نفسكم ويصدروا النقطة أن تدبير الحر رغم ذلك يأتي جوانح للبلدية ويأتي سلاحيات كبيرة ويقصر المثال لتصدخل والسلطة المركزية في العاصمة لكن عنده نقاص وعنده حدود جفات اللي هو معتناش الأسلحة الكافية وإلا الوسائل الكافية لكي نختموها أعطيكم الصحة نختموه بخمية فانال تعديوه الثاني نحاولوا نتعديوه ديريك في بيوت مثالا شمالا؟ نعم 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 تعالو كيف نبدأ تدبير الحر وتشرقية ما قلنا اعتقدنا الديريك في بيوت و القوات ه Luke كيف اشتغلوا احولك حقا يكل شي انا مبكري زاميلي من جلدوبة نعيش بشكل مشاكل احنا في النجس بلدي المدنين 36 مستشار لكن لحد اليوم والحمد لله فريق متجنس وقاعدين يخدموا كل مع بعضنا ومنتصرين للمصلحة البلدية قبل كل شي بلدية المدنين كما تقريب بقية البلدية الدخولة كلها تابعتها على صفحاتها ونشوفها تقريب نفس المشاكل خاصة في مجال في الملف اليومي اللي هو خاصة النظافة والصحة والعناية بالمحيط عندها برشة اسباب تركوا مات وتركوا تفقيلها برشة متى السنوات اللي فاتت ايه فيما يتعلق هي تقريب نفس المشاكل تم خصيتها لكن تقريبا اغلبها هي في الرقابة اللاحقة تعتبر أساس من أسس تدعيم المركزية للسلطة المحلية في تعزيز قدرة البلدية وعليش نعرف في الأسف الشديد تونس وقانوننا قانون شكلي بالأساس تطلب برشة إجراءات وجاءت معقدة ومطولة ساعات تضيع الحق وبلغة في شكليات ساعات تعدم تعدم جوهر الحق هكالش اليوم الراقابة اللاحقة محتاجتها برشة البلديات لتنجم تنفذ برامجها وسياساتها لأن وقتك قبل كانت مقيدة بأمر المحاسب العمومي وكانت تطول برشة الإجراءات يعطيك مراقب المصاريف يعطيك حاجة بسيطة في التصدق في الوشوش ومثلاً يجب أن تستنى المصاريف العمومي وقتك توافق لك التي تبدأ هي السيكليات في الدواء في فيبري مثلاً لكي يصحح لك تجيج وع تتراكم المسألة وكذلك في شراء المعدات والتجهيزات وغيرها نحن اليوم محتاجين لتبسيط الإجراءات وفي سرعة التنفيذ أنا مستشارة بلدية نيبل ناس كل طرف اللي مرت في بلدية نيبل ومختلف بلديات أخرى يعيش نيبل مشتبس إن شاء الله نخرجوا منها هي الوضعية الاستثنائية اللي تاوا نعيشوا فيها قربة بارشة أعضاء المجلس بلدي من بعضنا صحيح وتزيدني إيمان اللي لعمل بلدي هو ممارس انتا كل يوم أنا ممكن كما جيتش الكافة هذي مثل الفيضانات ما ندخلش للبارك ممكن انو اللي نعرف ما ندخلت بل وبرادير وإلى غير ذلك نقطة ثانية اللي أنا نعرف متأكدة اللي مجال الجماعة محلية جيت لا المجتمع المدني كان حاضر ولا أعضاء المجلس المنتخدين كانوا حاضرين بسبب ممكن التأخير نقسم التكوين اللي اللي عملناه قبل الترشح للانتخابات والتقارات القانونية اللي جاي وعطلونا منجل في التنصيب لليوم قانون داخلي دغني اغماء حتى اللي جين مزيتنا الأعضاء متاحة مزينا ما كوناهم لذلك عطلو شوية عادنا نخدمو كما احنا ظهرنا كوراكت بيش نخدم هذي حاجة بيش نحكي شوية بيش نمشي النوع الاجتماعي بيش نمشي فيوك هنا رئيس لجنة متع التكافئ الفرس والمساويت بين الجنسين لجنة هذي جديدة كما تعرفوا الناس الكل وصدقني اللحظة هذي رئيس بلدية ما يشفهمتها ودي ما تقولي منيش فهمتها لغم اللي عملنا الجلسة اللولة واستدعيتها واستدعيت مجتمع المدني وكانوا حاضرين برشة من الجمعيات وكي خرجت قتلي انا لاحظت لي اليوم برشة مش من المجلس جايين قلت لها مدام هذك هو معناتها هذك هي التشاركية معناتها انا بش نخدم مع المجتمع المدني شنخدم مع الجمعيات النسائية مع حفوق الانسان هذك هو وما لغز ما حتى بعد الجلسة اللي اليوم تعاود لتقولي انا راني مفهمتوش لسلاحيات متاع يا عيشة زميلتنا المستشارة في نابل مش هدا نابل بخير وان مدينة الكل في نابل بخير انو المستشارة فهم فهم خدمها وفهم الوريونتاسيون اللي مش تخدم عليها فهم انت الشاركية فهم الحفوق فهم حفوق المفتحة فهم حفوق المساوية وتكافى الفرص ولمنت المجتمع المدني تتخدم تعملها انتراكسيون وتأخذ أفكار كيف نجمع كل المدان مدينة رئيس البلدان لماذا خلقها في الام المتحدة حاجة اسمه في نساء الام المتحدة وموكور الجنسة العامة على الام المتحدة عندهم حوار كاميرا نساء الام المتحدة سيكون عادة السانية بلديت بقى مش اسمش نحكي على سوص خاشيات احنا كنتين في بقى نحنا نجي مع معاق للمعرشانان وعملنا المكسيمة بشان نحاول ننجكم ومقنا الصعوبة البرشة صرتوه محكات التبنيل حكات الاجراءات خط مربوطين برشة بالولايات ومربوطين برشة بالسنداء الساعة اشترا هذا تنسيق ضروري للمكسيمة تجربة هذه الركبات لكي تفصيلها. مثل الثلاثة الثلاثة فنحن لم يكن متوقع. ونحن نتوقع صدق 30 مليون من التفصيل، قد أكثر 70 مليون، فنحن نتوقع لكي تفصيلها. كما تفصيلها أخرى، تحاولها نجح البطارة. لديك تنبيه الحرب في وعليه، كما كانت زمينه. إذا كانت لم يكن لديك جوانك، فنحن نتوقع لكي تنبيه الحرب. اهنا الاشكالية تعاودت مرة اخرى بتاع المعظمة نيابات الخصوصية وقت نحاوله بحطة المعظمة هو في امن السير البلدية الى حين تركيز المجالس البلدية المنتخبة توق القانون المجالس البلدية عندها كاملة صلاحية في اتحار القرارات وعادات مخططات تنمية والبرارة السنوية المستخمار تصرف دار دار ملكك معناها أنت الذي عندك صلاحية تصرف وقت نحن المعظمات يجب ان يفعله عشر سنوية مخططات تنمية والبرارة السنوية المتحدة وفي المصوص القانونية يلزمها ارادة ساعة جديدة و تقدمها واحدة و تلك المتحدة في الحاجة يمكن علاج الناس الكريم على الجانب في التفاق و تحديث القصنة تلك المتحدة على البرارة السنوية و تكلم شيئاً لا تكون رد realized أعلمكم بالنسبة للمدورة معتمدة في وجود مجلس بلدي قارب وعنده كاملة الصلاحية يحصر الجنب الاجتماعي والسياسي للعبادة السوسيالية يهدى الأجواء كل مرة تطلع هو يعافي الناس باشي يفوها وإذا كنتم أما معناه يعاون، ليس هو الذي يسعر هو يعاون شكرا والمتساكنين والبرنامج الانتخاب اللي نحن نتعارف قاعدين نحن نتعارف أنا وإنتي ونحن ونحطيه هذية هي تجربة جديدة، ما منجموش نحكمو منتهو احنا نقولوا ليه سعيب تاو بعد ثلاثة شهر ولا شهرين ونصف ايه إذا كان بش نقضو هاكا بطبيعة، إن شاء الله ما نقضوش هاكا به، ومن الصراع هذية توزيع الليجين بالمحصة انتي جيت معايا بش نعطيك أربع خمسة الليجين الفاتورة ايه تخلصها وما عندكش الاختصاص في خلاجنا الفنية يلزم يكون مهندس ما نجمش يكون أنا عامل موسيقى ولا ما تصيرش، معناه يلزم مختص يفيش مش تقدم أنا ما نعرش ما نحلش البلان ما نفهمش البلان وانا رئيس نجنة ما نساس في باهم، معناه فاما حاجات ما تجيش وهذي تعطل معناه بالحق تعطل للبرنامج فاما حاجة أخرى فاما المجالس البلدية دخلت ما نجمش تنساجم مع الإدارة البلدية فاما آوي الإدارة ايه يلزم ايه ايه معناه في بينهم الإدارة البلدية فساد مالي وإداري وكل لغة بالحق معناها موجودة في أكثر إخوة اللي إينا عندي دوبل إذاكا شنوه؟ موقع اللي عنده ملف فساد يستظهر بها وكتاكو القضايخ وماش راها، عليش احنا في كل جلسة لاق الإدارة بكم وعليكم كيفاش بش نجم تخدم انت من غير إدارة؟ مستحيل مجلس بلدي بش نجم يخدم من غير إدارة؟ حاجة أخرى بالله يخلي لنكمل اللي يعمل المجال في جماعات محلية الناس اللي عملت اقترحت، معناها اللي جين فاما حاجات ما مستنجمش تواح حالين تطبقها على أرض الواقع وفاما اللي جين الإدارة، ما مش موجودة معناها اللجنة كيما تكافئ الفرص والمرأة والأسرة ما فاميش لسيرفيس، لآجان، لمصلحة، حتى فاندوسية، حتى شيء معناها انتي بش تبني من صفر حاجات مش موجودة؟ أنا حتيت برشة نفاتة مع متى بشان حسين بن الحمود، دانمثل بلادية حمد بن الغزاز نحب نحتي بشف الدراسة في القانون نحن نعطي أسبيه صغيرة من ناحية القانونية لانو القانون في تونس هو المشكل، مش هو الحل يعني عنا تضخم تشريع كبير في تونس متى قوانين عنا برشة قوانين برشة تنزع اختصاص في عديد من المسائل البلاديات اللي فيهم غابات بشتلقى القانون الأساسي متاع الغابات داخل في الموضوع بشتلقى القانون الأساسي متاع الغابات داخل في الموضوع عنا برشة قوانين تكون لاي القاضي ينجم ياخذ موقف واضح في زمننا قصير ولاي المجالس البلدية الموجودة فيهم كيفيش قاعدة تصير اللوجيك متاع القانون وبصفة عامة اللي نحب نحكيه أنا هو في الإطار اللي انت تقريباً ترح تقبيلي كم يتعلق بالتنسيق إنو نحن مش وحدنا نحن نخدم بالتنسيق مع إدارات أخرى يعني في الحقيقة بش نعطي أنا إكزامبل في بلدية حمام الغزاز اللي هي ما فيهاش موارد فراتيكمان الموارد الوحيد اللي موجود في بلدية حمام الغزاز هو شط متاحها وتقريباً الناس كل تعرف شط هذيتها وفي تونس الشط اللي موجود في حمام الغزاز الى حد الان البلدية بتنجمش تدخل منه حد شيء وهو يمثل رزن كبير على الكاهل متاع المصاريف متاع البلدية سوى من ناحية التنظيف ولا من ناحية التنظيم عنا ناس قاعدة تستغل على الشط ما ترجعش بالنظر البلدية جملة لأنه مرجع نظر متاحها وكالة هيئة شريط الساحلي عنا طابور متاع فساد موجود في الوكالة هذية لأنه الناس هذية تعمل في ديشيفر دفير تخوف الناس تدخل في مئة وخمسين مليون في مئتين مليون في شهرين وفي شهر ونصف خدمة البلدية مهاش قادرة تدخل حتى فرنك من العبدها هذومة ممكن فما مئة دينار ولا مئة وعشرين دينار دونك صوم رمزي على الأخر دونك احنا نحبو نفهمو ليش كون النجمو نرجعو مش النجمو ناخذو حقنا ونعتبرو انه هذا حق البلدية طونكوين الناس قاعدة تدخل معنى بطريقة كبيرة على الأخر في اللي وي كانت البلدية قاعدة تصرف في برشة فلوس باش تنظموا باش تتحرك وما فماش حتى عائدات مالية له كوهو حقنا معنى سامحني دونك لابال تقولك انا هذي الشط متاعي انتي متصرفش فيها وانتي تقعو تتفرج في برشة زبلة برشة عباد برشة مشاكل ما تجم تصرفها في حد شاي عبدالصحة لهنا هذي خاصية في بلدية حمام الغزاز يمكن اشكالية متاع الشط واشكالية تنسيق مع البلدية واشكالية مع تنسيق اصلا مع الادارات المحلية الاخرى بالنسبة للشط وطريقة لرزمون وقل لك انه مفهمش فورميل واحدة مطبقة على البلديات الكل اللي فيها شطوط نكوردو البلدية هي المسؤولة على حماية الشط وهي اللي تصرف خطر لابال تتنسق لابال تدخل لحماية مثلا نحكيلك نحكيلك تيوريكمون تيوريكمون دور لابال هو المحافظة على الشريط الساحلي انك متخليش انسان يبني في الدبيام متخليش الناس تلوث البيع متخليش هذا هو دور لابال هي رول دو سيرفيونس اما انه هي لابال تولي هي تدخل موارد متاع الشط وتيوريكمون انه هو يرجع للبلدية كموارد الهنا كما قلنا السيلا لواكي ديسبوز الى براتيك ينبوز وهنا كماجلس بلدي مرة اخرى يجب انك تعاود تفرض وجودك كماجلس بلدي وانتي عندك تكوين القانوني ترجع للقانون منظم الملك العمومي البحري وترجع الاختصاصات وترجع المنطقة وتمدو كلكم قاعدين تحكيو باش انتي نهارتالي مش تقعد في اي مداولة تخص الدو سيرفي تكون بلدي عندك الوثاق عندك الامفلة عندك النصوص تراهوا المشكلة انه نحن كل شيء نبنيوه بالتليفون كما قلت انتي اهو كلمناه الاخر قال يتجم انتك تبعه لو مراسنا ميجيبوك ما يعطيك شيء في يدك يعطيكم الصحة نتعدى نتعدى ولكن نعتقده انه هو عمل سياسي مش بشركية وانت كل منتمي الحزن هنا اذا اذا هو عمل سياسي يلزم واحد يدخل بشخص المعترك كماناته بشركة تجاذبات وكذا يبقى بعد انا اعتقادي شخص بيجمال يلزم يزور للمجالس حيح المجالس المجالس المجتمعي فيهم المجالس المجالس يجب المجالس تحاول طرقة كيفية تعمل بين بعضها اما المشكلة زادة الاخرى انا اللي لاحظته هو انه المشاكل مبدأش من الوقت الانتخاب من قبل الانتخاب لانه العباد دخلت البلديات على اساس من الترشوحات ومن القعود اللي عملتها عديد من القائمة سواء كانت مستقلة او حزبية اذا انتي دخلت بش نعمل وبش وبش ووقتي تخلى تقول انا من نجمش خطة كذا خطة الوالي ما عمل ليش خطة ما عنديش فلوس وقتها انتي حقها من في قبل لنقبش عبيد دخل البلديات بالطريقة هذية والاحزاب هي الاحزاب هي بش تدخل باتبيئاتها الاحزاب تدخل باتبيئاتها اللي انا بش تتموقع الاحزاب خطة عندها اهداف والمستقلب معناها سمحني ندخل انا حسب رأيك انتي تدبير الحرة الاحزاب ينجم يجعلنا احنا في بلوكاج على خاطر ناس اصلا من اللي ترشحت ما عنديش نفس الاحزاب لا ما نحبش كلها كذلك لا ما شذي تفكيرين سمحني انوال لا اوضحها الفكرة لا بالنسبة ليانا معناتا اليوم عنا القوانين عنا كذا فهموا بنا ايجابيات مستلبياتهم ناخذوهم كما هو ونعملوا بهم معناتا انا اللي نحب نقوله اليوم المستشعرين اللي نعمل به انا ولا اللي حتى في المجل الثاني احنا مطالبين بالعمل وبنتيجها عندك ايليات تختم بها ده برسك مجيش كلها ما عنديش احنا مطالبين بالعمل وبنتيجها هذا يراه يكرس فيما فصل 137 يضر ليحكي على ايليات الحكم الرشيدة انو انتي الهدف الخدمة متاعك في البلدية ما تقولهش كما منعرش شكون الدخل قبيلة قرروا المشكلة السلطة المركزية ما بعثت الناس المشكلة هذي كما قال الناس اهو بيهي المواطن بدا يقبل انو احنا ما نجموش تفاصها لوبجيكتيفة تفاصها لوجيكة كان موجود ترشحت البلدية باش نحسن وضعية البلدية باش نتقدم بها وترشحت وربحت هنا اليوم في المجلس بلدي، ايش مش نجم نعمل؟ نفس المنظومة القانونية التي وجدت فيها انا لا اعتبت فيها اي واحد اخر واي عضو اخر في اي بلدية وقرب عنده نفس المشاكل انا لا نجم نعمل انا لا نظيف انا وقت ايكي نجم مقلت اهو تدبير الحر ما معناها ما معناها انا ميزانيتك انو لا تحكمها واحدة هاني نقولك انا نعملش في نجمة اجتمائية اخرى هاني مش نقولك عالية الحكم الرشيدة هي أنه مثلا ماشي حتى بروجيت عدم غير ما نعمل له يتودنباك أخلاً ما هذا كانت تسمحني أنا مش نعاقب على حاجة من التجربة الخاصة اللي ستصيرها هي شهرين الزمان مش حاجة كبيرة نعاقب على حاجة وأنه يضر لي فما شامحوني في الكلمة من قرسين إذن المجالس مع هذا الأعضاء المجالس مع هذا الأعضاء المجالس مع شوية الذكاء في التفاعل مع القوانين هذي شو معناته الذكاء هم يكونوا مش معناته هم معناته المجالس الخير مستمين لا 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 معناته الموجود عندك تتفعل معه هذي الأولى وبين أعضاء هم يقولوا أعضاء هم أعطي كنت تجربة خاصة أشت على روحي هم أحنا قبل من قسم الليجين أشتع معنا بصيفة غير شرعية هاي سيد كيفاش حبو تخدمي غير رسمية معنات غير رسمية معنات غير رسمية لا لا معنات أشتع معنا أنا شخصين الوقت بنقولش بمبادة منيين شخصين ولكن كنا متوافقين عليها زوز من الناس نحن في سيد بوصعيد أصناشنا رذو ولكن في المقايمة جابت أغلبية يجب أن يصوت واحده في سيد بوصعيد في النيداء يجب أن يصوت واحده ليس قاعد يصوت واحده لأننا كنا عنا أمباكت مع نوع من الميثاق ماذا تحبوه؟ تحبوه نخدمهم بعضهم المصطع ما قلت له تحبوه تخدموا المصطع ليس تحبوه تخدموا المصطع ولا تحبوه أنا شخصين قلت لهم أنا رأني في موقع مريع عندي صوت نحن نقعد على ذلك ثم نقلقهم وتعبهم لذلك لا يوجد مصلحة المنطقة لذلك اتفقنا أنه رغم اللي معناته فما حزب عنده أغلبية لذلك اتفقنا نعملنا نوم الميثاق واضح شكرا أعطيك صحة لهنا في بلدية سيد بوصع لا لا اسمح نحن نحب الناس كلها تتكلم الميثاق هذي اللي صار مبين العضاء عن المجلس البلدي تجربة ناشحة وكما نقوله هاو حاب يظهر المستشار هذي أنه مش بشرطية حاجة قال عليها القانون هاو ما قالش القانون عملوا ميثاق ومبينة بعثكم هانا احنا متفاهمين اتفاق مش اوفيسيال مش مكتوب ماناش مسححين ومش معرف باللمضة اما احنا متفاهمين احنا الوبجيكتيف متاع الناس كل البلدية الهداف البلدية تنجح هذيك ما معناه يا أخوي حاكم الرشيدة اللي تحكي فيه انتي مش معناه يا كل شي يزموا عنده نفس الهداف وراو هذا سسباز على علاقة متعثيقة مبينة عضاء المجلس وتتبنى وقت اللي ظهروا كل شي فيه اهداف راو مش مش جبنك فكرة متاع مشروع لم تاخد مكاكة اعتباطية لا عندي علش خاضر مدام بلدية بوسالم انا لحب نتوزه بالسكر اللي بالفعل الموضوع متاع اليوم هو موضوع جد مهم انا في الجلسة هذه عملناها كان تعارقنا عادة ساروكيه تعارقنا عليش بس نعتيكم عليش تعارقنا جات جمعية عملنا ذلك الجمعية بقوضور رئيس البلدية والمجتمعيه الآخر معي بلد خري في المجتمعيين والمستشارين ظهروا مستاهمين المجتمعي في المدني مشكلة كبيرة. لحقيقة. مشكلة. هذي هذي هواقع عشق. واقع عشق. اللي انه روى المستشارين ما هم في كل هما عندهم في مجالة البلد. فما مارك شباب. فما مارك شجد والاغلب ما عندهم. هذي مشكلة كبيرة. في الحالة هذي سوالي الاليات اللي هما تأشي الاليات انا نعتبرهم من الاليات اللي هما انجاز. انجاز. الالي بيجا ماركزية والتحوط من المرسيور والدمقرافية. الا انه! وعند الآن هذي كنتهي تسمي اللي مركزية. يكون مثلاً الناس مش فاهمة بسمعانتها اللي مركزية. بسمعانتها ركولي تاخذ قرارك واحدة. بسمعانتها ركوليت انت اللي تحضر المسروح وانت اللي بشتعمله. انت تتحضره. انت اللي تدافع عليه. انت تأخذه من عند المجتمع المدني ومن عند المواطنين. وتعلم به الناس كل. ودافع وتقنع به الناس في المجلس البلدي وتولي ميزانية والصادق عليها وتتنفذ ويولي مشروع وتابه حتى الساعي كمان يتنفذ وحدك وهذه الحالات اللي يجب كل المستشار يكون يعرف الميزانية سهل وشنو قادر النجم يعمل ما نحلمشي أنا أنا نقول ما نعمل معرفة صومة اشتغل عليكم جبل شكرا المدن حاجة واحدة بركبة إلا تم حاجة انه سوى والتي في التشاركية مش تكون فيك المستمع المدني وفيك المستشار وهنا مل منه سوية المستشار قالش كل فرق بينيانا بينيانا مستشار ومنتخب وجايا بشنا نعطي راية في بروجيت ولي شاركني فيه هذا نفسي في بعض الحاجات اللي لا 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 أنا يقول لك عندي له إجابة مريحة عن أخر خاطر هو هو يروح وصل مستشار بلدي بتعبه والأخر مجتمع مدني يقول له أنت لا تعرف شيء أنا أعرف أنا طيار عليك نقول لك أن المجتمع المدني ما عنده كان يقترح أنت ليه تقرر أنت أنا غدوة الحياة لو كان أنا جد في المستشار ما يجيه مشروع بيئي مثلا عمر ما تعرفته مشروع تبرورة مشروع اونيك اموند نفايات مشاعر على شريط ساحي على دومان بيبليك ماريتيم على دومان بريبيد ليتا على ملكية عقارية على منشآت على الدنيا كلها نجم أن نكون نجهة للموضوع هذا نجمانا باش نفك الإحراج هدايا الناس اللي مقتنعة أكثر بالبواهة هذه تحاول تطيح تنصون في الاجتماع وما تظهر المستشار ليغليك مهم أنت تقرروا قبل لا يدون ميلف قبل لا يدخل يجب أن يأخذ فكرة تحذر أسخلته وقل له صحيح تجم أنت لا تهتز أنك لا تعرش تحذر قبل وكذلك تدخل الاجتماع عندك فكرة ومجتمع المدني يرى أن ينجم كان في أقصى الحالات يقترح يجب أن يقرر أنت تقرر خذت تكون إجابة مقلعة خذت بديع نديم بلدية روايت أول حاجة حتى حد ما ينجم ينكر الصراعات اللي صارت وقت الانتخابات باللخص بالأحزاب في البلديات الكل بارلا سويت صارت صراعات أخرى في بعض البلديات في حكاية الليجان لا هذاك ما تفهمين فيه هذاك أما بارلا سويت فاما لخيان جبدوا على حكاية الليجان صارت أشكليات احنا هذا صار لنا أما تجاوزناه احنا الحاجة في بلديات روايت فهو دينا نعمله في عمل جامعي ننس الكل مع بعضنا نحاد الكاسكيت تعال أحزاب الكل نس الكل مع بعضنا انفواء شفنا تدبير الحر انفواء انفواء وصلنا نوحد والناس وكل على نفس الهدف تدبير الحر أحسن حاجة تجم تكون على مستوى البلدية وإن شاء الله تكون معنا تجربة حلوة برشا شفنا حاجة الناس كل مع بعضنا نخدمه فهما اشكاليات احنا عنا فالكزامبل من جملة الاشكاليات اللي ما بدتش عطينا اهم واحدة مش عنا تزول سامحني اللي غالب طبعا طبعا اول حاجة عنا اشكالية في الإدارة في العمال اللي عنا معناه تقول العمال اللي رو حتى اللي يكادر فهمني هذوكم السمهم أعوان وإطارات الأعوان والإطارات والعمال الموجودين والعملاء الاشكالية وين انه فهم برشا ايطارات اعوان وعمل فهم كلوا ما بعضنا كالاس مزيبنكم شو ما بحكم ايه مثل اشكالية وين انه فهم ناس معناها 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 اختصاصات موجودين في معناها متاحهم في مين في مين فهم ناس ميش قاعدة تختار وضيئة معروفة في البلدية كل فهم ناس ميش قاعدة تختار متناجم تعملهم حتى شي ايه متناجمش تنتدب خلقته متناجمش انتدبات اشكالية كبيرة برشا هذا يا ساعة قاعدين ويقفين احنا كاكا ونتفرجوا حاولوا معناها نعملوا اصلاح عنا خلت اللاجد ادارة مش نشوفوا اصلاحات ونطلبوهم الكل ونشوفوا المشاكل هالي حاجة اثنين ثانية ثم تداخل البلديات في مستوى التقسيم البلدي مرجع عن هذا احنا عنا اشكالية توا وقضية معناها بش نجمدها بش الناس كنتعرفها مشكلة في بلدية رواد اللي ماخذة بلدية المرسى باخذة بارتي كبيرة من بلدية رواد بلدية رواد هي اللي تنظف وهي اللي تتمسع معناها تكون بالاعمال الكل والاشكالية انها البلاصة هذية معناها اللي بقشيرت جمرت خلينا نحوصل بالنسبة لبلدية رواد اشكالية اللي ترحبوا مش اشكالية ثم حاجة بها ثم مكسب كبير اللي هما تواحدوا على هدافنا من حصن المطقة البلدية ولهنا راهوا معناها دافع كبير ياسر للنجاح في تدبير الحر ان اذا احنا مش كينها ايكيب مش تعمل اي حاجة ايكيب متاع انجينيور مش يعملوا لوجيسيا الانفورماتيك ايكيب متاع فنانين مش يعملوا عرض مسرحي ايكيب متاع ارشيتيكت مش يطلعوا حاجة تلك اللي ايكيب هي اوموجين مثلما حتى واحد شي حاسب شكون تعب اكثر شكون عمل اكثر شكون كده الوبجيكتيف واضح اذا شرط من شروط نجاح تدبير الحر اثنين العلاقة مع الادارة وتحسين الادارة ثم تحسين الادارة ثم تكسب بهم كما انت تكسب المواطن بالثيقة وبالصدق كما انت تكسب بهم الادارة ترجحهم لك خاطر ثم انت لا عندك مجال الانتداب ومشكلة كبيرة اخرى في الانتداب عاودة ترحولي السؤال في مجال خطر ان نحب ان قدمه ومعنى الاشكالية التي صارت في الانتداب ثم انتداب سمعت به يمكن حتى في مدين ومعنى الانتداب ومعنى الناس عندها اربعة وخمسة سنين تحب تنتدب العون الذي عندك انت نقصوا شيء في اي مجال انت اعمل برنامج متعتك وين وكونه ويجاه كل اخوية انت رأيك البوست متاعك مهمة وحنا حشتنا بك وانت عنصق شرط من شروط النجاح في البلدية هذه قل ما هو البزوان ونحن نفعله لا تنجم تخدم انت الجبال المحلية وانت لا تنجم تخدم على الجربي لا تنجم تخدم الاجور وانت لا تنجم على انصاف لا تنجم انت تخدم في تهيئة ترابية وتعمير وترخيص وانت لا تنجم حتى فكرة على مجال تهيئة ترابية وانت نقصر بخصوة وانت تساعدت حلوهم فقد انت تجم تخدم نحن حيث تتجم تخدم الاخوية انا فادة انا عندي عشرين سنة ملاح في البيرو هذه وليس على انت تنجم فلاني الدرس البلدية كتب العام للبلادية هذا هو عرفهم المباشر يجب أن تلقى شماع لا يجب أن تلقى شماع أنت تعرف الفرماتي ستعرف أن الدائر ناتي يقولوا السيناريو الأول نحاولوهم السيناريو الثاني نكونوهم السيناريو الثالث نريد أن نهزوهم الدائرة بلدية مشكلته أنه يضعون فرد بيرو و هو و 100 فاهم شوية كل نهار يدخل البيرو و يشوفوه ترخي المنجلة تلقى خدمة راكوردو حابيت نسألها لكم أنتما و في بادي المادام عايشة اللي قبيلة المادام عايشة بولين لا لا هي يا بيش مانا مش مشكلة أنا سمعتها قبيلة كي سألت قالت لها ما تنجم تعمل أنت للمجتمع المدني ولا للمواطن كي فيت المادام قالت شنوه بش نعمل للمواطن تحب معناها بش تعمل اسك المستشار بلد ينجم يعمل حاجة بطبعه سينوه مش مستشار بلد لا لا سمحني مثلا المادام سينوه قولك حاجة أنا بش نفسره لك كيفاش طب قالت للمادام قالت بش تعمل لا 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 و قبيلة و كنت تحكي قلت بش نعم مثلا هو قلك لا إله الله محمد رسول الله مثلا بش يعملوا قنطرة مثلا ترمني اسك المستشار ينجم يعمل نجم وحده لا يزم يرجع يعطي يعطي مقترح شوف أما هو ما نصوره ينجم يعمل حاجة شي واحدة شوف أقول لك حاجة واحدة نعطيكم اكزامبل شكون هنا يخدم موظف عمومي شكون يخدم موظف عمومي أوراك أوراك موظف عمومي في الإدارة التونسية تو تهزوا العزيمة متاعه أنا لا نبدأ نتكلم أنت يقول لي صحيح أم لا ليك إجام أو لا الموظف العمومي تهزوا اليوم لإدارة العزيمة متاعه ورغطه في العمل ينجم يقعد نهارين ثلاثة ما يجيش يجم يجي مخر ويخرج القهوة ويعود يجي بعض الخطور ويروح بكري يجم يباتشي الصباح مع شتقاه حتى لينيباتشي لعشي الموظف العمومي فما هاته وحد يخاممله في الموتيفاسيون الموظف العمومي يقعد عشر سنين يطلب في فورماسيون الموظف العمومي ما عندوش حق يسقط الكرة بنتالي دارة سمليا مش كلم مش كلم موظف العمومي جينيرا ما ميخدمش في الاختصاص اللي هو قريب بايا 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 هذوما الكل ما تحبوا يعمل لك الموظف العمومي بالحق موظف العمومي يتوى عندو هيكل نقابي يدافع عليه بشراسة هنزدو معلومات سنين موظف العمومي سامحني كل عام يزدوه ثلاثة لاحة لاحة سبعة لاحة المنحة بتاع الصغير كي تزاد له صغير الموظف العمومي ستلاف ثمانمائة يظهر لي كان معلوماتي محينا أنا شفت حاجات مراش سعب علاف سعب علاف سعب علاف ما يجيبوش باكوكوش واحد لا نحكيه لا نحكيه على الموظف العمومي كوردو لذلك أنت تتعامل مع إدارة هي العبادة التي ترون فيها تحرق رواحة وتخدم وتجري هيك جوزة العزيمة متاورة أنا أقول لك شيئا أخرى نسألك سويل أنت وين تخدم؟ ديوان الواطنة تونسية السياحة نحكيه على بلدية مثلا أعطيك المرحلة اللي عاشتها البلدية مرحلة النيابات الخصوصية ووقت اللي برشة من الناس جبدة رواحة من النيابات الخصوصية وموقعات الموعدة المعتمد هو مجلس بلدي في بالك مخدمتش لهذا حسب رأيكم أنتما البلدية لو كان نحيو منها المجلس البلدي تقف تجم تخدم بالإدارة وتولي وقتها ما عادتش إدارة ما عادتش لا مركزية ولا نحكيه على لا محورية يقول له الولي يعمل اللي جيل فاكس ويخدم على روح والمشروع اللي عنده يكملوا فأنت كمجلس بلدي كعضو مجلس بلدي تعرف أن أنت بيدك تغير لكن واحدك ما تنجمش أنت بيدك تصلح لكن واحدك ما تنجمش ما يكفيش ما يكفيش أنه تكون عندك الأفكار الباهية ما يكفيش أنك تكون كمبيطان في شخصك يجبك تقنع العباد أنه اللي تمد فيه أنت مقنع ولي تمد فيه أنت سليم ولي تمد فيه أنت عنده فالوراجوتي لا كوردو خضر مدان أفهم بعدك ساحة وانتنا أرجوان فهي نشتركوا بها و الحاجة على الاستضافة وبالنسبة ليه و المرة معكم مرحب بيك المصر بلدية جربا مدون و رئيس لجنة المرأة والسراء والسكاف والبينجين فهي هنا عندنا المشكلة العويصة كي نتكف عليه جميلتي هو مشكلة المصب هذا هو الأولى سمحني لكي أخبرك لم تكن أخبرك أن أخبرك في مبدأ التدبير الحر في التشاركية وفي الحكمة المحلية في الحكمة الرشيدة لذلك لا نرى حال دعني نسألك حتى أنت لم تكن أخبرك قلت لهم نفس النقاط دعني نسألك وانت يجبني هل أنه لم تكن أخبرك هل أن مشكلة المصب تتحل درجياً وحدها هل أن الولاية لاها بالمصب؟ هل أن وزارة الداخلية لاها بالمصب؟ وزارة البيئة لاها بالمصب؟ شكون اللي لاها بالمصب؟ والبلدية شكون يحكم فيها؟ والمجلس شكون فيها؟ أنت ولي كيف؟ المستشارين البلديين مش دورها أنت أنا عندي مشكلة بيئية في جربة ويزنني ننقلها حل المصب تقول نحن نحن بالمصب أنت اليوم المستشار بلدي إذا الناس لكلها يعني أنا نعطيك إجابة إجابة أستطنطرتي المخاطرية البيئة معتنا شيء المعطمد قال لنا لا يوجد اختصاصات الأمور البيئية لا يوجد أي علاقة بالموضوع هؤلاء كلمة تجم تقولوا عندما يجم يقولوا أي شخص متساكن يكتبوا في ارتيكل في جملكين ويابط على الفيس بوك والناس تبارتاجي أنت قوتك لنك تلقى لهذا كيف تجم تعملها؟ كيف تجم تعملها؟ لا تجم أنت تقول لنا عندي حل و أنت لا تعرف المنقى البلدية لا تجم أن تقول لنا عندي حل و أنت لا تعرف المشكلة لا تتحدث يا طبيب تتكلم وتخلص معنا متقلق يقول لك أشرب كذا وكذا وكذلك نرى نعمل تحليل، نعمل تصفيرها نعمل بون دياغنوستيك نرى أن نطرح المشكلة هذه يجب أن نتعلمها الناس كل على مستوى أي نقاش في أي مجال وكان عمرك لا تمد المشكل واحد تمد المشكل تمد المشكلة تمد المشكلة ثلاثة أربعة أو خمسة احتمالات ترى النقاش والنقاش والكوميونيكاسيون والأثناء ما عملهم أخوة أنا لدي شيء ما نخسر أنا واحد نجم حتى نشد لكم معارضة نشد قول نقعد الفيل أي حاجة تقول لهم أخوة أنا أقول لك خلينا نلعب الناس كل على نفس المريول ونعرفوه المريول هاني نجي المواطن وقت اللي نعم جلسة التشاركة يقول لك بالحق ونحسنت ونعملت وانا عندي فكتقة وكذا أقول لك أنت تدبير حر لو كانت مشكلة البيئة مشاكلة الكسويل كانت مشكلة البيئة في دارك في دارك ونحن نحن نشك في تحت هذه هي دارك هي مسؤوليتك هي أنت التي تتصرف في دارك كما أنت التي تتصرف في المجال البلدين نحن 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 بأي طريقة فإنما لم تكن قانونية بمسؤول تعرف المشكلة وتسأل لعبة وتسأل المواطنين وأي حاجة للمجتمع المدني يعملوا دراسة على سعيد وعيطهم، كل أخي يجب أن يفصل لي مشكلة وقد أتفقدت العباد عن الموضوع بالله يقول أن هذه النقطة بشدوى الأعمال المصب، كل أجتماع المصب فكذلك ، دعنا نتكلم هذه المشكلة عنها ستتحلول فاريليميناسيون هذا لن فاريليميناسيون هذا لا يوجد حق فاريليميناسيون هذا لا يعقل ما تحتلول لم تكن أن تنقشوا بهم كما أنت تعرف في دارك إذا لم تدزلش القدام يسألونها بسببها تقرر عدن غرس الأحمر على بلدية الهوارية ملاحظات بسرعة نقولها بحكم المحلي وقت ترشح الانتقابات البلدية حتى حد ما كان يتصور صعوبة المرحلة والحاجة اللي قادمين عليه وكان بالنسبة لنا المنموة تحدي خاطر الوضعية اللي تحدث فيها البلاد والبلدية كلنا نعرفها حكم المحلي كما أكتوه الخبراء كليكم أحنا البداية طويقة في الخمس ستين أخرين أما هو بشي يقض على خمس عشرين سبعة عشرين عام بشي يولي حكم محلي تلك أحنا واجبنا شنوه أنه شنوه بشي نحطه في الخمس ستين وشي المهدول اللي جايين بعدنا ونوفروهم ظروف الناجاة بالنسبة للاختلافات والما بين القائمات والأحزاب والكل كما فيها سلبيات فيها إيجابيات راي تخلق أفكار مختلفة ومنافسة وكل شي وحتى المشرع قراء لهم حسيب وحتى الآليات على خلافات هذه كما التصويت والأغلبية وصوت الرئيس اللي هو مرجح وغيرها من الحاجات بالنسبة لما بدأ التدبير الحر ما بدأ التدبير الحر ما يولي فهمه مبدأ تدبير حر كامل وعلى حاجات سبيرة وستراتيجية إلا ما تتحسن إمكانيات البلدية وهذا يلي واجب السلطة المحلية تخدم عليه وتحسن إمكانيات البلدية بشوي 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 في استقلالية على السلطة المركزية والسلطة الجهاوية هذي حسب ما نعرف فما حاجة مهمة فما حاجة مهمة وتجربة على صلاحيات البلدية وما بدأ التدبير الحر والتشاركية وغيرها ها بقولها لو خيان تذايرت صارت لنا إشكالية تصدمنا بها أول ما تنصبنا اللي هي كمشكل ويد الجرعة بلاديات مجاورة عاركة مبين سلطة محلية وسلطة جهوية ودخلت فيها سلطة مركزية ثلاثة وزارات حكي له اشكالية كبيرة هيا شنية بسرعة ما نسالش نقول لها يخيان ولا لا وادي القرعة هذية موجود قبل ما نجيوا احلى الاشكالية هذية مواطنين جاوا ساكترو الوادي هذية من جهة البلدي درعلوش اللي بحضانة باش المال للملوت اللي يمشي فيه اللي هو متاعه مصانعه متاعه صرف صحي ما عادش يوصل اليوم عني يتابع مجال البلدي متاع الهوارية احنا وقت اللي تنصبنا من هنا صار قرار وتم فتح الوادي هذية اه بالقوة العامة مرت ثلاثة نتاع الصباح وفرض على المواطنين اللي هما في المجال البلدي متاعنا واللي احنا في اهدافنا كمجلس بلدي انه تكون اه الهوارية قطب السياحة البيئية مش مصاب للنفايات والمشكلة ذاكية تجاوز امكانياتنا ايش عملنا ادخلنا مباشرة اتفاض على الناس وصارت اه 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 اماما بين الوالية قلت لها انا واحد من الناس جاوبتها وقلت لها يا سيدة الوالية اذا يتجاوز الصلاحياتك وتدخل في صلاحياتنا وراه في مجال الجماعات المحلية اه اعطاتنا صلاحيات ورانا ماناش متألمين فيها وانتي تحلوا احنا نساكترو صراحة احتيتنا بطريقة اهزية وطراحة تجاوز وفعلا حتى البلاغ المشترك متاع الثلاثة وزارات اكد كلمنا خطر شو جاي فيه في صورة ماء بشي تحل بالتدريج التنسيق مع الصلاة المحلية الحاجة اللي ما صارتش قبل وغيرها من الحاجة شكرا يعطيك صحة هنا تدبير الحر ديما بقاء فيه نقاص ولهنا نحكيه على ألف ومشكلة مع السلطة المحلية مع الجامعة البلدية المجاورة ومع السلطة المركزية ومع السلطة الجهوية وهذه هي تجربة طويلة مش تبنيوها انتم كما قلت وراه كل ديما ثم حلول قانونية ثم حلول ودية وتنجح الحلول الودية والانسانية والكومينيكاسيون لانك تلقى حل انا نقول لك انه وعليش انا في عوض نبقى نتعارك على الواد هذيك عليش ما نشوفش المناطق الصينعية ولا المعامل اللي قاعدة تصب نفايات هذيك جتريت الو بروblemة على سورس نقترحه خلينا خلينا نقترح ومقترحات انا قلتها منها بسرعة لحكاية مرايفة تفاصيل اخرى وتنبيه نبهنا وصلنا نعبرة ومثل بلدية الهوارية عن رفضه فتح الواد في الوقت حالي ان ذلك ومثلوا حاطرة على صحة المواطنية وكده ويحملوا مسؤولية ما سينجاروا عن فتحي لمن سيقرر ومن سينف لا نحكيلك نحكيلك على المعامل في حد ذاتها هما في بلدية اخرى وفما هيكل اخرى معناها هي ثم مجلة الجماعات المحلية تعطي الامكانية للتنسيق وبينزوز بلديات ولا اكثر وينفوها ثم مشروع فيه يعطيكم الصحة الناس كل تعدوا الفريق اللي بعده بالنسبة للبلدية في حمام القزيز رغم الاشكال التي حدثت في حكاية التمثيل للنسبة للجين والكل إلا أن مشينا وقعدنا نخدم معهم نحكي عليهم اللي هما الوعي والإرادة بالنسبة للتشارك الوعي اللي كان مواطنين معناها في الحكاية لبعض الانتخابات بش نحكي على الناس اللي كانت نشاندتنا يطمدوني احنا تحايمة نصار تعصف عليها معناها تعصف عليها ولكن نقدينا حق ذا فقدر معناها ما ساقنا نزهدوكم في البريود اللي اللي كانت في كل ما حضروش حتى حتى لجنة معناها نحكي على المواطنين وحتى المجتمع المدني بالنسبة معناها الحمام الأغذية في نفس الوقت معناها لجنة الثقافة عملوا مجهود رغم الميزانية اللي تحشم معناها المعتمدة للثقافة عملوا مجهود وفمع باب معناها هشاب باب معناها رغم ببعروف الكل وما فمت كيهود الكل إلى أنهم عملوا تدبيبات وكل أي ومعناها مزينة تحمل الاغذية معناه ثم حاجة يزم معناها ويرزم زداء معناها الانتراج الانتيم وكيف كيف معناها من خلال نعرف شيء نحن نقصد العيلة المغربة والسيران والسحاب وكل يزم معناه احنا من معناه من مواقعنا نشجعوهم ونواعيهم بش يحضروا وفيش شيء معناها حتى كيف مش ناشحوها وصلناش معناه في اليجين يلزم الناس قميم معناه تفهم لحنا ديمقراطية تشاركية راهي ما تخليش العضو المجلس البلدي يقول هان يغاني قدامي النص قدامي نطبقوا وتوجيهوا المواطنين بطبيعتهم كملت الحاملة الانتخابية ما كملتش الخدمة وما زال عندك خدمة وما زال عندك كوميونيكاسيها مع المواطن وما زال عندك كوميونيكاسيها مع المجتمع المدني هذي كيف مش تجم تنجح عبد الرزاق العلوي بلدية الدالة عن معدل فاركستان وهي بلدية محثة ضم 13300 كتار وهي 70% ريفية وغبية نحن نحكي لمشكلة توفير الموارد في تقدير العباد نحن علمك كيف مش نجم نوفر موارد في ظل انه المجلس الجيهوي مازال يصرف الأرث العقارية ولم يحلها للمجلس البلدي كيف مش نجم نوفر موارد وعندي 350 اكتار تحت تصرف أملك الدولة كيف مش نجم نوفر موارد وحتى الدولة في حد ذاتها تعصفت علينا في أخصاء عدد السكان هي تقول 13500 ساكن وهي في عمادة واحدة فيها أكثر من 13500 ساكن لماذا؟ لأنه لنا على كل مواطن المنابل توفرها الدولة هي 35 دينار على كل متساكن شكرا لنجاوبك علينا مزوز نقاط بالنسبة للعدد السكان والاحصائيات أولا ثم لياناس واللياناس أنا شخصيا أن الزهر هي مؤسسة محايدة حسبة السكان وثم الأمر عدد 1033 سنة 2017 لحدد عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية بناء على عدد السكان لن تلقى الحصائية ليس مشكل غادي روه ليس مشكل يعمل في الأحصاء ليبعد تلقاه يعمل الأحصاء؟ هذي كي حاجة أحدا ماذا تعمل له؟ أنا مش نجد من دور في جورته أنا نحسب هما نقول الكرام لدنيا اللي عنا كمام يزلنا نبنيو عليهم بالنسبة للأرصد العقارية سمحنا باش نجمهم قدموا أكثر الأرصد العقارية راهو إذا كان تم حاجة ملك البلدية راهو يبدأ عندك دفتر الأملاك العقارية نحن رسلنا الولايات باش تمدنا في لا ما ترسلش؟ أه محتاج جديدة محتاج جديدة صحيح نحن كيفيش نجم موفر موارد وعندي ثروة بتاع الخفيف ونخذر فيها الكمية انت تعبدوا قديم من عرش كيفيش نجم نستنفع منه؟ واضح لهنا مشكلتنا وقت نحب نخلطهم لعبيدي كاملوا السليسيون هذه ويفطروا نظام البلدي نقول لهنا في الظاهر متاعها مزيان برش لكن في الباطن المتاعه هو رأي صراع صراع متاع أحزاب كبرى كلها تصار في عضلاتها لأنه نحن على بواب انتخابات 2019 كل واحد يحب يتموقع ويشوف مدى القوة متاعها ونحن تعودنا في تونس سامحوني في كلمة نشجع الحساب عبارة نشجعه في جامعية متاع كورا تحجي ديفيزيون 5 تبقى تشجح حتى لو غالط لهنا عليش؟ لأنه المنظومة الطربوية نرجع للأصل ضربة وتحب تحب أي مجدع معي تأخر اضرب له منظومة الطربوية نتاع وخليها شكرا شكرا معنا كيف يعملوا الجلسة نتاعهم يستدعوا المواطنيين معنا أفهم التشاركية موجودة معنا لمسناها وشفناها نحب نحكي زادة على بيك صارة الوضعية هذية الكارثة الطبيعية الحمد لله اللي قاعد نشوف فيه بالحق التشاركية بقتم معنا بكالي بالحق بين مشلمع مدني بين بلدي هات ممكن أول مرة واحد يجي هاتيني شوية كارثة لطفة على الناس الكل إن شاء الله نتعديوها وإذا كيف يتعديوها المرحلة هذية تعديناها بخدمة البلدية وبالتنصيق بالمجتمع المدني والجمعية واضح يعطيك صح هنا نثمنوا الإكسبرينيس في نابل وأعرفوا أنك كمستشار بلدي يجب أن تستغل الوضعيات الكل هنا قيد أنت حالطف الله إن شاء الله ما تعودش المشكلة هذية جاءت أزمة تلمت العبادة على بعضها وحطت ليد في ليد وخدمة تنتيزم ككابيتاليزي على هذك الناس تلمت المجتمع المدني عنده ثقة في البلدية والبلدية عنده ثقة في الكل نبني عليه ونكمل نحن نقول النابل في كل وضع هذية وانها وشنو اللي ساف هي أقوى إكزامبل للديمقراطية تشيروكية بالحق إن شاء الله البلدية لكل إن شاء الله رب يوفق إن شاء الله ما دي ناس المساكل لديك ليس عنك الخدمة تكون هكاكة إن شاء الله باش تكون خدمة فعالة إن شاء الله رب يوفق يقول الآن عملت ديمقراطية تشيروكية واليوم المواطنين اليوم عندهم ثقة في المجلس البلدي وأنا عندي ثقة في المجتمع المدني وثم جمعيات ما تحبش مصلحة وما تحبش تفيد خليناها على جنبه ثم جمعيات تحب تبني واليوم ما نحسوها شريك معايا إن شاء الله ان شاء الله سونيا صغير بلدية أريانا رئيس لجنة المرأة والأسرة ومقرر في لجنة المساويت وتنمية العادلة مبدأ التشاركية عنا في أريانا ساعات يضر ما ما ينفعش احنا نشاركوا بالمجتمع يعطيك الصحة نشاركوا ليه بالحق شننقول لك عليش نشاركوا في غير المجتمع المدني ودونك المتساكنين يأتيوا سوف المستوى بتاع الوعي في أريانا عنا مناطق ما عندهمش حتى معلوما المعلومة ما تصل لهمش لو فما اجتماع مجلس بلدي دونك تلقى ساعات احنا نحكيو على مشاريع القربة مشاريع البعد المتحدث عن مشاريع البعد في نهاية التشاركية أنا بليس التشاركية احنا نحكيو على مجال احنا نحكيو على خطة المشاركة أحنا نحكيو على مشاريع تكون ملعوز من مجال اطلع على المقاول ما عندوش. عاود ارجع استنيه. عاود اطلع للولاية. حاجة اخرى او نبو دولا افاد ديسنتراليزاشن. ما زيت مساريش ديسنتراليزاشن. انا طوزان. مش مش نسيمبل كليك ترى مش بطون. اكزاكتما. طوحنا مثلا في اخر عيد مثلا قايمة تعبط لكم عند الوالي. بش تقول هاو العائلات معز. انا نهارت اللي قلت لهم بحب مثلا للنساء الحرفية تعطيني ديستاتيستيك. اللي راهو الولاية. الولاية عندو نيفو دو الولاية كاملة. معدكش اريانا. خميش ان انكات معناتها. خميش انا بادو استاتيستيك كي انتتفات او نيفو دو البلاديات. معدها الولاية هي اللي وفات تعطيك. نجو كابي تاليز على كلمك سامح لي مدام. بالنسبة الاستاتيستيك تنرجو له. نبدأ على انضاء. بالنسبة للمجتمع المدني والتشاروكية. والجلساتي تلقى منطقة تضرت بالتشاروكية. نقول لك انه انا كمستشار بلدي شنو نجم نعم. نجم نبدل السياسة الاتصالية متعين. سهلا. انا بارتجيتها على الفيسبوك. علقتها قدام سنتر كوميرسيال قوي ومفهم وكذا ومزيان. دونك الناس اللي تكون في الحياة شعبية مشافتوش. دونك انا مش نعود انقاروح ينعم في مشاريع في المناطق اللي فيها مشاريع ديجا. داكور. بالنسبة للمجتمع المدني اللي يضروا ما ينفعش. دونك احكيوا عليه تنسيق مع المجتمع المدني. وعندي بارتي كاملة عليها. داكوردو. اعطيكم الصحة. ليكيب لي ما زالت. طيب. فيس حافظ. ايه اتفضل. ايه مدام اتفضل ايه. اه لو بلدي تلاواري يزيدا لوحيشي. اه نذكر اه الرابطة اللي اعتدتني الفرصة هذية اليوم. بس نجيه ونعمل الفرصة ليس الآن عليك ان نحضر نيزانية. هف فرحة النيزانية يعني سيقول للكاتب العام يضع اللي وراقي ويقول لك هي نيزانية انا ويتستاهي الليزانية. ايه نفس. هذا هو جود اليوم. بس نفسي. اه اه بلد. احصل اللي يتصبح تلك القبيلة في الوينية دي ريكتومون. الوينة عقدنا. المراكب هي المراكب في هذه المياه تهز الحمد للبعض أعطي الرخص أعطي الرخص وجلست مع الماري مارشاند ومع اللطيف ومع اللابال وتفاهمنا ومع الكتب العام في الولاية وتفاهمنا أني سنعطيهم الرخص لماذا تبعث للولاية المراسلة أن تسحب الترخيص؟ لذلك ما نفعله؟ هنا بالطبع لكن هنا مبدأ تدبير الحر في الميزان صلاحيتك أو ليس صلاحيتك؟ أولا يجب أن تعرف حدودك أين؟ 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 بالنسبة لك الأطراف المداخلة عند الحق أنا الذي نعرف أن الولاية كانت تدخل فيهم بشكل مباشر أمت؟ تدخل فيهم بشكل مباشر الولاية وكانت هي تسندهم ونجر ما نقول لك على خطر كانت فيهم سبالة متع فلوس أين؟ 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 هنا المنظومة خرجت المجلة لديها درجين النصوص التطبيقية وكذا كيف تطورت أو لا تطورت أنا أكد لك أن هناك بدلاً من خرجت المجلسة أنت لا تحطي طريقة جديدة في أخذ روحة هذه ومن خلال طريقة أنت لا تحطي مسؤولية كثيراً لا تصرف ليس يوماً لا تحطي مسؤولية إذا قررت أنك لا تحطي مسؤولية تعطي روحة و تسحبها تعطيها ومعها ومعها إذا تنسيق اخويا انا مانيش نخدم عندك اش انتي تقول لي اعطي واسحب ولا ولا اطلع لي شكرا عسلمة سنة جميعي عم بلديت تبرقى نيبة اول رئيسة بلدية ومقرر عن لجنة الصحاب باش نحكي على لجنة التكافؤ بين الفرص بين الجنسين يعني تكافؤ الفرص بين الجنسين ما راعني الا رئيس اللجنة معناها كي تبدأ فاما لجنة باش تنعقد يحذر معه الرجال الكل وتجي معهم امرأة ولا زوز حاسيلو يبدو حاسيلو يخزرو تفضل لي شبيكي جاية واناها ذاكا هو اللغاج متاعه مش ما نحكي على رئيسة نحكي على جاين معاه ومبعد يبدو يتكافون نساء وانتي كمشي تشد الدارك هما العضاء انتحها فيها نساء هما العضاء نرمال ما يكونوا معناتها متناصفة ما هي ما صارتش لحكيه معناها يحذر اثناشن راجل ومعاه زوز نساء واضح حاجة اخر الشباب التمثيلة تعال الشباب مهيش موجودة انا احذر معه نجم خاطر عام لدي سيكل دي فورماشيون نجم نفيدو كمام حاسيلو يخزر اللي مقول ويني الانفتاسيون متاعي مقولي مجيتكش سرهي وقت نرجع للإدارة يقول لي لي مجي حد شي ما فميش معناها انساء اصلا طو بش نرجع الحاجة امبورتون اللي هي الإدارة مثل احنا كي بيش نجيو سرطبيان طوانا معنايتها داخلين في الميزانية على المداخيل الذاتية للبلدية نجيو للكاتب العام مثل نطلبوا منو بيش يعطينا حاجة تخص معناها الممتلكات متاع البلدية يعمل لي مهوش وقته بش ترجع بالنظر للولاية بش ترجع معناها كالعادة احنا توا هي بلدية محتاجة جديدة لها لا هي قديمة قديمة وما عندهمش لي بابي على فكرة ما عندهمش لي بابي للميزانية للمبتلكات بتاع البلدية معناها من الاخر الكاتب العام ما هوش يخدم معنا يخدم ضدنا شكرا بالنسبة للنقطة لولا المتعلقة بالنسبة للنقطة لولا المتعلقة بلجنة المساويات بين الجنسين وتكلفة الفرص كما قالت الماداة مقبيلة فما حاجة اسمها الإرادة وإذا كان إذا كان اليوم هاك في رأة فما رجال مقتنعة بال معناها وإنسان ما زالت مش مقتنعة فلسنسيبليزي قلوا راهوا معناها يجبنا نكونوا حاضرين لجنة المساويات بين الجنسين فيها 12 رجل أو 16 رجل وزوجة جنسية كيفية أنت؟ بالنسبة لأن المجتمع عندنا رأى مجلسة محافظة وكيفية أنت لا تحطي روحك أنت مرأة لا تحضر في الاجتماع فيه 16 رجل لا تبدأ تريد مالاليز من السلام عليكم هما جنطي متروبيين لا تشعروا في مالاليز هما يحبوا يخرجوك بالسيف تبدأ تقطع شوية في الحديث يحبوا أن يحبوا يحبوا أن يقوموا يقوموا بحال حال هناك 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 عضوات اللجنة يجب أن يقوموا بإمكانهم بالنسبة لك هناك صرف تطبيق ما يقومنا بالسيفدية هناك صرف لا يجب أن يكون من المشاكل من المشاكل من النسخه لا يجب أن يكون ، في بلدية لا يتعرف ملكها من النسخه يكون ، ولا يجب أن يكون ... أخوة قمنا لدينا ، وصلنا إلى ملكه والأسفل وملك الدولة الخاص ، التي تصرفوا فى شونا ومكر ، Hungry ومكري يجب أن يكون وحد كارية دار عنذ 30 سنة ، لا يتحرك اشتركوا في القناة 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 اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكما تعرف كل معلومة الخيبة وكما تحكي في المجلس البلدي بنوع وتحكي في اللجنة بنوع وتحكي مع المواطنين بنوع ومجتمع المدني بنوع وغير ما تخسر في الكنديكتور لا تعرف كيفية تقول لا تعرف كيفية تقول لا روى المشروع هذا صحيح يعطيكم الصحة والله مقترح لكن روى تعرفوا بلديتنا تقول لا أين أنت؟ راهوا بلديتنا ما تنجم تعطينا اللي حاشتنا به الكل ليس أسمع راهوا بلديتنا ومراية ماشتكية أشبيل اللي عنده مشكلة يجيبكي يا أخينا شؤون اجتماعيين فرخوا يروح لدارك المانيار اللي توصل بها المعلومة ليس هي بيدار خذر مستشار عن بلديت الجلعة إليت ينجوبه مرحبا رئيس لجنة الإعلام صحيح وعضو في كل المجدين حدث نفس الرابطة على استخدام هذه خطر أكثر لجنة همي وهي لجنة الماركة مرحبا خطرنا نحن في جندوبا المرأة مهمة مشكلة في غرديماء في تونس يظهرنا أن المرأة فيها الموقف لكن المشكلة أكد لك أن نظرة كل واحد منكم للمنطقة البلدية والنسيج الديمغرافي والمتساكنين ووضعية المرأة ووضعية الشباب ووضعية المدارس ووضعية النقل كلها كانت نوع فإن الموجود القلوب ودخل المساكنين ومفرية العبادة أركز ويقوم بغضاء أتحدث عن المرأة لأن المرأة أتحدث عن حياتب وعندما كانت ما أحسرت حتى نفسها نفسها ما هو تتواجد جزاج أمضنا جلسية تشاركية أمضنا جلسية؟ مرحباً؟ جاء. الحمد لله. حمد لله. حمد لله. حمد لله. يا رب. هل تخدم؟ ما هو جديد الذي كان قبل أن المرحة لا تشارك؟ مرحباً. بل غياب المرأة الثانية. حمد لله. لا تفهمين معي. لكنهم لم يأتي. ما هو الذي يأتي؟ ما هو الذي يتبدل؟ لديك ثقة على هذا المجلس جديد. لديك ثمة communication. تبدل. لديك ثمة communication de proximity. نخت. بلدية نموحة. نحكي لك على زالتات نيابة الشركية. واضح. يمكن أن يكون ذوء نسائي. ومعروفين ما هو. ذوء يعني معروفين. أنا واحدة منهم ووحدة أخرى يعني. مطمي شوف. أما مباعث وتنسادي بالتشاركية. نحكم على العباد. العباد أصلاً في منطقتنا عندها ثقة المجلس المنتخر. الحمد لله. يعطيكم الصحة. تحية للفرق الكل. تحية للناس كل. يعطيكم الصحة. النقاش أثرة برشة من اللي تخيلت. وأنا كنت كل واحد منكم عنده رؤية للتدبير الحر والتشاركية. لانفتاح على المجتمع المدني والحكم المحلية. التجارب متوفاش. رغم ما فماش مصطرة واحدة تجم تقيس بها الناس كل. والمشاريع الكل. والبلدية الكل. أنا بالنسبة لي لهنا على مستوى التكوين. نعطيك حواعد القانونية. نعطيك الإمكانيات. نعطيك الاحتمالات. نعطيك إنبوات أوتي. عبارة إنجينيور مش يخدم. وعنده بوات أوتي كاملة. أنت تعرف وقتها تمد هذه الفل بها الناس. وتعرف وقتها تمد الأخرى تكبس بها الناس. عندك حاجة تخدم منها. وهذاك دوري أنا. ما فما حتى حل. ما فما حتى عين ميتود. ما فما حتى جيد. يطبق على البلادية تلك الكل. واحدة عندها مشكلة متع غابات. واحدة عندها مشكلة متع سواحل. واحدة عندها مشكلة متع بيئة. وكل بلادية وإشكالياتها. ما دام عايشة ذهولي صار وقت الفوتو. كان جهازا هناكير لثيui أيها الفوتو. النطن! وعنده درسكเรعيك تقع أشبته الإسفادة. أنجي سمني أتالى بيت